الزعيم سعد الزغلول إدانا وصف مهم للرجل والرجولة لما قال الرجل بصراحته في القول وإخلاصه في العمل وأنا شايف أن الكلمة دي مهمة في الحديث عن الرجولة في مواقف كتير الرجل الحقيقي ما يبقاش بوشين وما يبقاش مخادع ولا ملاوة ما يبقاش خاين ولا بيتعن في الظهر وده جزء من المعاني الكتير اللي بتقولها عبارة الرجل بصراحته مهما كان لازم تكون صريح مع نفسك ومع القريبين منك ومع الناس اللي حواليك وكل ما دايرت تأثيرك وسعت لازم تكون صريح أكتر مع ناس أكتر الحقيقة ما بتستخباش كلنا بني آدم وكل بني آدم خطاء ما حدش معصوم من الخطأ لكن الصراحة شجاعة والملوعة جبن والخداع بالشرف الصراحة نزاهة وواجب علينا أننا نلتزم بالشرف والنزاهة مهما كانت الأسباب سعد الزغلول قال الرجل بإخلاصه في عمله الغشاش رجلته منقوصة ومعها المتكاسل والمتراخي واللي بيقول على قد فلسهم واللي بيحاول بالفهلوة يتحنجل ولس الأراضي والمرتشي والمتاجر بأقوات الناس والمتاجر بفقر الناس والمدعي وغيرهم وغيرهم مش بالرجول أنك تتاجر ولا بقوت الناس ولا بالادعاء بأنك بتبكي ليل ونهار على الناس وإنت في الواقع بتطعن الناس في رزقها وحياتها وأكل عيشها كن صريح وكون مخلص محدش هيقدر يعمل إلا اللي ربنا قدروا عليه وسخروا لي وكله الميسر لما خلق له ابزل كل اللي عندك بإخلاص واسيب الباقي على ربنا السواب والجزاء من عنده هو سبحانه وتعالى مين هيقول ونعم بالله اشتركوا في القناة